بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهدى لازم دايما نبقى عنين على بيوتنا عنين على بيوتنا وإحنا بنتكلم إزاي نرحل الرحلة المهمة دي رحلة التوافق إلى السعادة فلازم من وقت للتاني نتفقد البيوت فألاقي في حاجة موجودة في البيوت الناس ما بيبقاش عارفين سبب إيه اللي بيحصل في البيت هو إيه اللي بيحصل هو إيه اللي بيخلي السعادة اللي بيننا بتتسرق إيه اللي بيخلينا بعد ما كنا عندنا توهج ومحبة إيه اللي بيخليها تتطفي الحقيقة كتير من الناس في البيت بيقولوا إحنا ما عملناش حاجة والمشكلة إن انتوا ما عملتوش حاجة بالمناسبة المشكلة ان فعلا انت ما عملتوش حاجة طب نعمل ايه لازم نلتفت الى الموضوع اللي احنا نتكلم عليه النهاردة ده وهو موضوع مهم وعدم الالتفات اليه بيخلي فيه تسريب زواجي انا بسميه كده التسريب الزواجي بيتسرب ايه بيتسرب السعادة ومفرداتها اللي من اهم مفرداتها الحب الحب على فكرة بيفضل موجود حتى لو بعض الناس حسوا ان الحب مات في الجواز بس بيبقى موجود بس بيبقى النازل لأدنى مستوياته ايه بقى اللي بيعمل كده عندنا تحدي في الجواز اسمه تحدي اختلاف لغات الحب يعني ايه كل واحد فينا ليه لغة للتعبير عن قرب التاني منه وانه هو مهم واولوية في حياته فكل واحد بيعبر بطريقة مختلفة تشوف الراجل يجي يقول لي زوجته دايما اصلا انا ما بعرفش عبر بالكلام انا دايما بعبر بايه بعبر بالافعال وهي تقول له انا دايما بقول لك كلام حلو فهو يقول لها بس انت مش وقفة جنبي ايه ده ازاي مش وقفة جنبك لما انا بقوله طول الوقت بقول لك كلام حلو اصلا انا عايزك تحس بي طوله ما انا بقول لك كلام حلو يقول لها لا تحس بي يعني تحس بقدي ايه انا تعبان وأنا عايزك تبقى في ظهري هنرجع خطوة وراء عشان نعرف أصل الحكاية أصل الحكاية في فترة الخطوبة بيكون كل واحد فينا متقبل التنوع والاختلاف بينه بين شرك الحياة متقبله جدا وساعات بيكون سعيد بالاختلاف ده ساعات بيروح يتجوز واحدة مختلف عنه ساعات بتبقى حبة أن هي تتجوز واحد مختلف عنه ده بيكون في بعض الأحيان هو الحافز للارتباط هو تدافع للارتباط وإيه اللي حاصل بعد الخطوبة إيه اللي حاصل الاختلاف اللي بيكون بيننا لما نروح بقى للجواز يبتدر الاختلاف ده يتحول إلى إيه إلى عبء بعد الخطوبة يبقى في الجواء في بداية الخطوبة بنشوف إن الاختلاف ده وإن الشخص ده مختلف ده شيء ممكن يعمل قيمة إضافية في العلاقة لكن يجي الجواز بقى الأمور تختلف فيه فيتعقد الأمور إن علشان البيت يكون مستقر لازم كل واحد من الطرفين يتنازل يتنازل عن إيه عن التنوع والاختلاف عن التنوع اللي كان بينهم إيه ده مش التنوع ده إيه اللي خلانا تجوزنا يبقى ليه كل واحد فينا عشان يبقى يحافظ على الجواز لازم يتخلص من التنوع بتاعه وكل واحد من اتنين يكون شايف إن بمقدار تنازل الطرف الآخر يكون مقدار حبه والطريقة الفضلة بقى في التعامل مع التنوع ده وإنه مصر إن أنا أسميه تنوع مش اختلاف الطريقة الصح إن كل واحد فينا يشوف الآخر إن بهذا التنوع يمثل قيمة إضافية في الأسر شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم السيدة عائشة بيكلمها وهو بيقول لها إن هم فيه اختلاف بينهم إيه اللي حاصل يفضل الاختلاف بينهم لغاية ما يجيبوا حد يحكم بينهم بيقول لها إني اللي أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة يعني إيه متى تكوني عني ساخطة يعني فيه أوقات بيباني اختلافنا مع بعض فهو بيقر بإن فيهم اختلاف الستات بيغلب عليهم المشاعر والناس مش ممكن تعيش بالمشاعر بس ولا يمكن تعيش بالنظام بس والسيستم بس ده لازم يبقى اللي اتنين بيتكملوا يبقى ما ينفعش نعيش بالمشاعر لوحدها ولا كمان بالنظام لوحده بس هم لازم يحسوا بالاندماج الاندماج ده بقى محتاج مهارات المعارات دي إيه اللي حاصل ينتقل منها الناس من أنا إلى نحن بشكل طبيعي بس فيه ضمانات لكده فيه ضمانات إن احنا نكون عارفين الضمانات اللي تخلينا تسه لعلينا الانتقال ده المعرفة من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا إن احنا متسلمين الناس كلها مسلمة إن زي ما بيقول كتاب بتاع جون جيراي اللي بكتب في التسعينات بتاع النساء من الزهرة والرجال من المريخ متسلمين إن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يعني الناس من كواكبين مختلفين إيه أهم حاجة بيظهر فيها إن هم من كواكبين مختلفين فيه كتاب تاني رح مكمل الكلام ده وقال إن فيه لغات للحب خمسة من أكتر الحاجات اللي بيبان فيها إن فيه اختلاف للغات واختلاف لطبع المرأة عن طبع الرجل التعبير عن الحب وفي الكتاب ده اللي قال لغات الحب الخامسة بيقول إن فيه لغات خمسة للحب أولها كلمات التشجيع إن الكلام الحلو اللي يخلي الواحد يحس إن هو بطل أو إن هي تحس إن هي الأميرة اللي ما فيش حد زيها تاني حاجة تبادل الهدايا تهاد وتحبه تالت حاجة العمال الخدمية تعمل لو أكل حلوة تساعد وتكويل وهو يجيب لها الحاجة اللي محتاجاها العمال الخدمية وفي الغالب دي حاجات بيهتم بيها الطرفين على حساب الحياة التانية الرابع التلامس أو الاتصال الجسدي الخامس الجودة الوقت الخامس حاجات دولة لما نجي نبص لهم نلاقي إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إن اللغات دي مش لغات وقتية ده حاجات بنعيشها طول الوقت في الحياة شوف رسول الله عليه وسلم لما يدي وقت خاص للسيدة عائشة بس يدي لها وقت بقى مليان حب مليان شغف في إيه اللي حاصل فيسمعها لغاية ما تخلص الحكاية بتاعتها ويسابقها يخليها تتفرج على لاحب الأحباش وفي ده كله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخليها إيه بيخليها تعمل الحاجات اللي بتسعدها فيديها وقت مليء بالتركيز ومليء بالاهتمام أحيانا الزوجة بتشوف إن النموذج والمعايير في كلام الزوج فتعرف إن لازم يبقى فيه ضوابط ولازم يبقى فيه معايير فمثلاً لو شافها مش حلوة تشك في نفسها فهو لازم يقول لها كلام حلو وتشوف إنه مش حلوة فهو لازم يقول لها كلام حلوة عشان تقدر تحافظ على وجودها تقدر تحافظ على أمانها فلو هو ما قل لهاش كلام حلو بتحس إنه مش أنسة بتحس بالتهديد يبقى هي محتاجة كلام حلو واحد بتتكلم عن لغات الحب لازم كمان نفكر ونميز بين أنواع متعددة من الحب إحنا عندنا نواع كتيرة من الحب منه مثلاً حب التملك على فكرة فيه نوع من الحب اسمه حب الحب يعني إيه اللي حاصل يعني أنا بحب حالة نفسها حالة الحب بس فيه حب اسمه حب التملك وحيان بيكون حب التملك ده متبادل هو عايز تبقى هي بتاعته وهو عايز كمان إن هي تبقى بتاعته هي عايزة يبقى بتاعها كمان كل واحد عايزة يملك التاني فمن العبارات اللي انت ممكن تسمعها وما تبقاش مركز إن هي ممكن تفضي بنا إلى حب التملك انت بتاعي أنا محدش يقرب منك يقول لها انت ملكي كل الكلام ده بيخلي التعبير عن الحب ما يوصلش الناتجته ولازم نكون احنا منتبهين لحكاية حب التملك ده لأنه بيفسد التعبير عن الحب يبقى إذن كل الحكاية دي لازم نرعيها لازم نرعيها بشكل واضح احنا مش بنقول للشخص إن لما زوجتك ما تتعملش معاك بحب التملك إن انت يبقى عندك انت انطلاق بقى في وسط النساء لا لا خالص ما قلناش كده ولا يبقى لك علاقات في خارج قطار الزواج ولا إن انت ما تملكش زوجتك فزوجتك كمان تبتدي ما تمرس الطاعة النبيلة في البيت لا ما حدش قال كده خالص بس عنا قصدنا إن كل واحد يبقى حاسس إن هو بيعيش مرتاح من غير ما التاني يملكه ويعيش بطريقة مرضية يبقى احنا لازم نفهم كده بشكل واضح طب نعمل إيه بقى؟ عايزين نوصل إلى حاجة تخلصنا من هذه الحالة تعال أقولكم شوية قواعد كده في مسألة التعبير عن الحب وإزاي احنا مفروض نراعي المسألة دي أول حاجة أول حاجة إن الكلام الحلو ده ما فيش حد ما بيحبش كلام الحلو كل الرجالة وكل السيدات بيحبوا الكلام الحلو فلازم نعبر طول الوقت بكلام حلو طب الكلام الحلو بالنسبة للمرأة يوصلها إلى حد فين؟ يوصلها إلى حد إن هي الفريدة الوحيدة اللي ما فيش زيها ورزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يقول عائشة كلام حلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول لي سيدة عائشة كلام حلو والكلام الحلو ده بيطمن الكلام الحلو ده بيخلي الشخص والزوج والزوجة في حالة حسنة يبقى ده كلام الحلو يبقى الخمس حاجات اللي هي الخمس لغات دول كلنا بنحبهم دي أول قاعدة نحن نحب كل الخمسة دول اللي هما إيه بقى نعيد الكلام الكلام الحلو أو كلام التشجيع تبادل الهدايا تاني حاجة الأعمال الخدمية تالت حاجة رابع حاجة احنا كلنا بنحب كمان نحن نتقار والتلامس آخر حاجة بنحب كمان جودة الوقت أو الكواليتي طايم بس لازم كل واحد فينا القاعدة التانية بقى لازم كل واحد فينا يعرف ايه أعلى لغة عند كل واحد فينا يعرف يعمل يعرف أعلى لغة عند كل واحد فينا يعني ايه يعرف أعلى لغة أعلى لغة معناها ايه الحاجة اللي انا لو عملتها شريك حياتي يطير من الفرح في رجالة كتير وخاصة عندنا لما الرجالة يكونوا مستقلين او ستات يكونوا مستقلة بي اهم حاجة عندهم الكلام الحلو كلام التشجيع يبقى القاعدة التانية اللي يجب اعرف اللغة اللي بتلمس قلب حبيبي وزوجي او اللغة اللي بتلمس قلب زوجتي من اول الطريق في الغالب اغلب الستات الكلام الحلو مهم جدا جدا عندهم خلينا اقولك حاجة مهمة جدا جدا بعض الناس يجيوا يقولوا بس انا ما بحبش كد ما بحبش كلام الماسخ ما حبش كلام المية ما حبش كلام اللي ملوش لازم ما حبش الكلام اللي الكلام اللي هو ملوش طعام ما حدش على فكرة عليك ان ما تقولش كلام ملوش طعام دي زوجتك زوجتك ونت حايز تحبها وتحبك فالكلام اللي يوصل لقلبها قوله له له قوله له له لأنه هو دات اللي هيخليها حلوة دايما بقول كده صحيحة وقال الشعر قال كن كميلا ترى الجبودة جميلا أنا كمان بقول قل لحبيبك كلاما جميلا يصبح جميلا قوله كلام حلو ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شوف بأس هناك رسول الله كان يحسن الحسن ليه يحسن الحسن عشان يزداد حسنا طبعا فيه تحدي عند الرجالة لما نجي نقول لهم أنه أنت تعبر عن الكلام الحلو تعبر بالكلام الحلو يقولك تتمرع علي على فكرة لو تمارعت عليك مش هيبقى فيه مشكلة هتتمرع علي فأنا أبقى جوزي الست على فكرة مش لازم أتبقى جوزي الست بس أنتها تبقى في قلبي الست لما تحس أنها ضرة فريدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الناس إليه السيدة عائشة فلما سألوه نسألك عن الرجال قال أبوها وقال للناس محد لا تكلموني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحلو إلا وأنا في حجرها أهو فأنا في حجرها دا على طول يعلمنا لغة التلامس إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف هو بيعبر عن اللغات دي إزاي عارف إن السيدة عائشة إيه اللي حصل تحب إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحطها في مكانة خاصة فيسألها لما تجي تشرب يقولها أنت شربت منين تقوله من هنا فيشرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس المكان اللي شربت منه دي أحد التعبيرات المهمة عن الحب ليه بيحسسها إنها في مكانة خاصة هيتحس إن هي إيه دا حضرة النبي ما أعملش مع حد تاني غير كده هتحس إن هي طايرة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان تعمل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتحس بكده الزوجة ممكن تعمل كده مع زوجها تقوله إيه اللي حصل لما تيجي تقعد جنبه وتمسح عرقه أو إن هي تكون موجودة معاه هتشيقول بقى ده إيه دا يعني فيه تعبيرات كده إنسانية لما الناس تعملها الناس تحس إنها قريبة من بعض من كدر من أهم الحاجات اللي لابد إن إحنا نتفق إن هي قواعد عامة بلاش فكرة إن إحنا خلاص بقينا قاعدين من شاهدة التلفزيون وكل واحد قاعد في حتى شوف الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني لا يأتين الوحي إلا وأنا في حجرها خليكم قاعدين جنب بعض ما تعودوش بعيد عن بعض لإن البعض جفى ودايما نعلمون إن تباعد الأجساد تباعد للقلوب فتعودوا جنب بعض تتعبير مناسب جدا عن الحب إيه اللي حاصل كمان فيه تعبيرات عن الحب يبقى إذن إحنا متفقين إن الكل بيحبوا الخمسة دول بس لازم تعرف معنى كل واحدة ديت عند الآخر يعني الزوجة مثلا التلامس عندها لابد أنه يكون معناه الاحتواء مش الخنقة لازم يبقى الاحتواء فالكلام ده تبقى مهمة جدا 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 القاعدة التالتة بقى في هذا الأمر لازم كل واحد فينا يعرف إيه اللغة دي إيه اللي هيقدمه باللغة دي في أي وقت يعني في وقت بيبقى الكلام الحلو مهمة جدا هو داخل وعنده تحدي في الشغل واحتمال كبير جدا جدا ياخد قرار إنه يغير الشغل بتاعه محتاج كلمات تحفيز محتاج إن حد يسنده يقوله نمعاك هي حاسة إن هي ابتدت تكبر في السن بدأت في سن الأربعين ويقولها لا يقولها كلام حلو كتير جدا جدا عن جمالها عشان تفضل بسخة من نفسها ما يخافش إنها تتصابة يا أخي هي لو تصابت وظهر عليها التصابي ده هيبقى ده هيخليك تحس بإن هي مزالت الجميلة اللي هي في قلبك واللي إنت دايما بتسعد برؤيتها فلذلك لازم نستخدم كل لغة من اللغات دي بشكل حكيم فوقتها في وقت الزوج ما بيبقاش محتاج غير أعمال خدمية يعني هو نازل ومستعجل ما عندوش حاجة خالص إن حد يساعده ما تجيش تقوله كلام حلو عايزاه يسيب اللي في قديه وبوصلها لا تعمل له الأشياء الخدمية هو لو هو نازل يقول يا ده لو ما كانتش هي موجودة في حياتي وما كانتش عملتلي ده ربنا يخليك إليه وهو لازم يشكرها لما تعمل الكلام ده كل واحد فينا عنده لغة بيحبها يبقى أول حاجة بنقولها في الإجراءات لازم كل واحد فينا يعرف اللغة اللي عندي شرك حياته اللي بيعبر عنها ويستخدمها بكثرة هيجد شرك حياته مختلف جدا جدا في التعامل معها تاني حاجة لازم نعرف إن احنا محتاجين للغات الخامسة دول ومحتاجين إن احنا نعرف إمتى الأوقات اللي احنا بنعبر بيها آخر حاجة إن كل واحد فينا ببساطة خالص لو معرفش اللغة اللي يعبر بيها عن نشرك حياته أرجوكم يسأله بعض أعودوا مع بعض كده ويسأله هو يجي يقولها بيعود كده يقولها أنا بحب الكلمة الحلوة لما يكون متضايق أنا عايزك تطبطبي علي يبقى اللغة بتاعته وهي التلامس طب طبي عليه لما نعرف ده الثلاث قاعدة اللي أنا قلتهم لحضرتكم دولة هتحل مشاكل كتيرة أول حاجة هنعرف اللغات تاني حاجة هنستخدم اللغات الخامسة مش هنستخدم اللغة واحدة بس تالت حاجة إذا ما عرفناش نسأل شرك حياته وفي الآخر خالص لازم كل واحد فينا يحمد ربنا على النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى جعلوا في نعمة الزواج وإن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا عندنا معرفة مهما حسينا بإن الأبواب غلقت عندنا مفاتيح ربنا جعل عالنا زي لغات الحب دي تعالوا نعرف لغات حب شركاء حياتنا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها فيها مدد وفيها بركة وفيها نور تخرجنا من الضيق إلى ساعة نعمة ربنا اللي خلت البيوت مليانة سكينة ومودة ورحم بعد الفاصل يا سادة نرجع تاني ونتلقى أسئلتكم ونجاوب عليها ونفضل دايما في مدد ربنا ونتكلم كمان ونجاوب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتفضل جسر مفتوح بنا إن شاء الله على الدوام ونفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونتلقى مدده في تبصرنا وتنورنا في إيجابتنا على أسئلتكم ومعانا أول سؤال مع الأستاذة أمت الله السلام عليكم عليكم السلام وحط لو كانت بعد إذنك لو أنا كان عندي سؤالين من الواحد اللي حاتك في الصلاة والتاني في أمر شخصي ممكن؟ تفضل لي الأولين كنت أسأل حاتك دول وقت أنا كنت بصر طول عمي بسجد على الأرض والهو بسجد على الظهر القدم مش الهو صوابع وإحنا عندنا وسواسة أستاذة أم أم أمات الله عندنا وسواسة عندنا إيه؟ وسواس لا لا ده أنا لسا فمعلومة جديدة أنها لازم على صوابع الرجلي فهل ده مطلوب مني أنا عيدة صلاة كلها؟ أن أنت كان صوابع الرجلي كانت بينا يعني؟ لأ بسجد يا فندم على ظهر القدم مش على صوابع القدم آه يعني 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 بتعملي كده؟ آه أيوة لا صلاةك صحيح طب تمام الأمر يتعيب بعدين حدك يا مولانا أنا كان متقدم لي حد محترم مدين جدا وإخلق عليه قوي ويعني نايد دينا ما تلاقي حد بشكل ده بس أنا اكتشفت أن فيه فرق مادي كبير قوي ما بيني وما بينه وأنا عندي شائتي الملك يعني إيه بخصة بي فأنا لو مثلا عرضت عليه أن أهنا نايش في شائتي على أساس بس يعني نقلل الفرق ما بيني وبينه شوية ده هيبقى غلط ولا صح؟ أصلا خايف أن أنا أرفض شخصية بتديون ده وفي الآخر أندم لأنني مش هلاقي حد زي كده بسهولة يعني أستاذ أمط الله اللي أنت بتقولي ده عامل من عوامل اللي بنحدد بها الزواج مش عامل بس يعني عامل العامل المادي مش هو العامل الوحيد يعني أسأل على سبيل المثال لو أني إحنا بنتجعامل مع ده وأنا شخص متزن واللي أنا مختاره ده شخص مبين يبدو علينا احنا نتنين متزنين فالمسألة المالية مش هتبقى حتى لما يبقى المسألة ما فقاش الحساسية دي لكن أنا لو شخص المال بيهمني جدا جدا وشايفة أن الراجل إذا كنت أنا هبقى بصرف في البيت أو بعمل كده وهو مش قادر يكفيني بالمال ده ده أمر مؤثر عندي جدا لا احنا لازم نقف لازم نقف ونبص كويس جدا جدا وما نتممش الجواز غير لما نتريص ليه لأن ممكن الكلام ده تترتب عليه إن أنا أبص له نظرة تنقصه توجيعه تجعله يحس بإن هو مش رجل كامل والكلام ده تلابد أن احنا نكون صادقين فيه مع نفسنا لكن أنت بتسأليني هل ده لا كثير من كثير من من الصحابة كانوا فقراء وكان زوجاتهم أفضل منهم في مسألة اجتماعية بس أنا بعيد الكلام إن مسألة المادية ده عنصر ييجي من عشرين عنصر بنحدد فيهم معايير الجواز وعلى فكرة الجواز مش بيس بالمعايير لكن أساسه المعايير الجواز مش بس بالمعايير فيه قبول افرض كل المعايير موجودة وما فيش قبول مش هنقدر نتجوز فأنت عندي كوزء كبير جدا جدا زي ما هو واضح هو القبول أنا بتقولي لي أنا بعمل إيه في الوقت ده أنا بحب جدا جدا الصراحة في هذا في هذا العنصر الكلام اللي إحنا بنخجل إن إحنا نقوله دلوقتي ممكن نقوله بعد الجواز بطريقة قاسية جدا 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 في الحل إن إحنا نقول إن أنا مترددة وخايفة عشان العنصر الفلاني تعالى نقعد مع بعض ونتكلم وشوفي كلامه إزاي هيتعامل مع العنصر الفارق ده إزاي هيتعامل إزا أنت أنفقت شيء هل هو هيجي يقولك لأ ما تنفقش على حاجة وإزا أنفقت على حاجة يبقى ده كذا 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 كل الكلام ده لما تتكلموا عليه في الأول خالص هيريحكم فأنت بتقولي أنا خايفة الخف لا يدفع الخف إلا بالصراحة والوضوح فأنا رأيي العنصر ده تعودي وتتكلمي معاه بشكل واضح لأنه هو كمان هيكون عنده إرادة أنه يتكلم حول العنصر ده أعودي واسمعي الكلام واسمعي الكلام وبعد ما تسمعي الكلام قيميه مسألة الفارق في الجانب المالي آه لما بيكون للمرأة على الرجل بتبقى لي تحديات ولما بتكون للرجل مع المرأة تحدياته بتكون أقل آه صحيح بس ده كله بيتحل بالاتفاق والتوافق واضح معنا الأستاذ أحمد من اليوبية يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحيات وتقدير لحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير وفريق العمل فأنتم فوق رؤوسنا وملأ عيوننا الله يرضى عنك فأنتم تنجزون وتسعدون الله يكريمك وتنجزون الله يكريمك وحضراتكم أحمد عروج من الغرب بشبرة الخيمة حضرتك ذهبت لشراء شاشة تلفزيون مركة معينة من أحد المعارض فأبلغني صاحب المعارض أن هذه الشاشة بالحجز نعم قال لي ثمانها كذا فدفعت كامل المبلغ وأخذت وسط الحجز وأجي إمتى كمان يومين رحت كمان يومين اتضح أنها غلية واتضح أنها مش عنده أو عنده ومش عايزة دهالب للسعر اللي أنا دفعته فهل عند السلداد المبلغ إذا ما أخذت فرق خدت المبلغ كاملا وفرق زيادة سعرها هل في هذا شو بيطلبه لا أنت مش من حقك أن أنت تاخد زيادة زيادة عن المبلغ اللي أنت دفعته ده أنت أنا كنت متصور أن أنت بتقول هل هو لي حق أنه يبيعالي بالزيادة دي ولا لا تعال أقول لك المسألتين مع بعض هو ما لوش حق أنه يرفع عليك يرفع عليك السع مدام هو قبض كامل المبلغ لأنه لما قبض كامل المبلغ هو خلاص تحمل أنه هو يسدد الأمر ده طيب إذا كان وقع عليه ضرر وقع عليه ضرر بسبب جائحة سعيت عن التكلم عن مسألة الظروف الضروف الطريقة لكن هنا ما فيش ظرف الطريقة أو لحاجة احنا عندنا هو نزل السوق أساء التقدير نزل السوق جي قال لك والله الشاشة غليت ومش هدهالك لا هو ليه حق أنه يقول لك طيب الشاشة غليت يمكن أن تقني فتزيد في التمن أنت لو عملت كده تساب على ده يبقى المال اللي أنت هتدفعه الزيادة ده تساب عليه وكأنه نوع من أنواع الفضل عندك لكن الأساس أنه يديك الشاشة بالتمن اللي هو أنت دفعته كاملا لما تسترد أنت المبلغ بقى مش من حقك أن أنت تسترد الزيادة لأنه اللي حاصل أنت دفعت كامل المبلغ وكامل المبلغ ده بقى عنده أنت مش محتاج أن أنت لم يقع عليك أي ضرر ولذلك اللي حاصل يبقى أنت ليس لك أن تأخذ زيادة عن المبلغ الذي دفعته نعم أستاذة حميدة من إينا تتفضل السلام عليكم مع المسيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله وانت طيبة وانت طيبة وبصحة وسلام ربنا ما يجيب مشاكل عاد أخويا كان عادي يجوز ولده ياخد بنتي طيب وراح أنا بنتي مش راضية بيت بنتك مش راضية تأخذ ابن أخوك آه حقا قال لي لو ما اخذش الوضع أخذ بي عليها لا اوه هتعملي كده اوه هتخسبي عليها البنت ما رجلش إني على زوجوش قالت لي أنا لو قطح هموت نفسي يغل قلت له لا أنا بنتي مش راضية بيت مش عايز ذاتي ولد لحقاني لو ما دهتينيكي بنتك تحرم علي أنا ما بدخلوش في باتي طيب أنت بتسأليني بقى والبيت ده بات أبوي يا عم الشيخ طيب أجاوب أجاوب حضرتك حاجة حميدة بصي حاجة حميدة إحنا عندنا أربع أسئلة هل يا جوز ديك إن أنت تكبيري بنتك على إنها تجاوز آآ ابن أخوكي لا لا يا جوز لأن الجواز دوت أصلا أمر يخص هذه البنت ودخلنا معها فيما يتعلق به المساعدة في الحفاظ على حقوقها وعلى خدمتها والحفاظ لها على زواج مناسب لها الأمر الثاني هل رفض بنتك ده أمر شرعي وجائز نعم رفض بنتك أمر شرعي وجائز لأنه مش بس لما يكون الشخص المناسب هي لازم تجاوزه في الأخير خالص إن هي مش راضية ثالث حاجة هل لأخوكي الحق في تهديدك لا لا يجوز إنه يهددك فأمر ليس بيدك ومش من حقه إنه يهددك وليس لمسلم أن يهدد مسلم طيب حاجة الرابعة حلفانه بقى أن أنت ما تدخلوش البيت الذي لا ملك له عليه أو ليس له ملك تام عليه مش من حقه يعني هو ليس من حقه أن يمنعك من دخول البيت حتى لو أقسم فهو يتحمل قسمه وليس له أن يمنعك من دخول هذا البيت نعم أستاذ سعيدي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ سعيدي كل سلام حضرتك طيب يا فندم وحضرتك طيب بصحة وسلام يا فندم أستاذ من حضرتك أنا عايز الرأي الشرعي في مقطة معينة في علم المواريس فض دلوقتي فندم أنا أختي اتوفى من حوالي خمسة سنة طيب والوالدي اتوفى من حوالي سنتين طيب تمام هل أولاد أختي أو أرمى الأختي ليهم شرعا ورثة في قلبي أرمى الأختك ماناش دعا بي طيب وأولاد الأختي استنى بس اسمع بس أنت بتتكلم دلوقتي على مرسهم من جدهم ولا من أمهم من أمهم طبعا أنا بقول لحضرتك بالتركيب هو الأحداث بالتركيب اسمعني بس أستاذ سعيد كده أبوها أستاذ سعيد ممكن تسمعني مع حضرتك احنا دلوقتي عندنا اتنين بنورسهم دلوقتي تمام الجد والأم صح تمام هم ليهم حق في ميراس الجد هم ليهم حاجة في حق الجد في ميراس الجد اسمها الوصية الواجبة ايه هي الوصية الواجبة نصيب أمهم أو التلت أيهما أقل ما لم يكونوا قد حصلوا من جدهم على عطية تسوي ده يبقى عندنا يبقى عندنا ياهو هياخدوا نصيب أمهم أو التلت أيهما أقل كويس كده مفهوم ده أما أنت بتسأل بقى عن زوج الأخت اللي هي توفيت طبعا هيورس فيها لأنه هو زوج ولأنه هو فيه أولاده هياخد الربع فهو ياخد من أخته وياخد من أخته أنت بقى بتقول هي ورثت كده ما ورثتش من أبوها فهو هياخد من ميراس أبوها لا هو هيارس من ميراس البنت اللي هي أخت حضرتك ده هو هيارس منها ويارس منها باعتباره زوجا يارس الربع لوجود فرع وارس نعم أستاذة غادة من القاهرة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تتفضلي إزاي حضرتك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله أنا دلوقتي متجوزة بقى لي عشرين سنة طب بني بقى بمشاكل مجيني زوجي وأهلي من يوم ما اتجوزت تمام فدلوقتي هو كان بيوديني على فترات متقطعة ومشاكل برضو هو بيبقى من الباقي ونا باروحه كده فدلوقتي هو منعني يعني حلف علي ان انت لا ان انا لو رحت عند أمي هكون تغلق يا إما عايزة اروح علشان نعطعش سلة الرحم اروح وعيش مع أمي على طول هي أولمية فدلوقتي مش عارفة السر فأنا معي ثلاثة وليس هو لو بيسمعنا اقول له ان انت بتعمله ده حرام لان ده اتو العزو بالله منع الناس ده امر بمعصية يعني اللي هو طلبه ده امر بمعصية ويبقى عندنا مسألتين هو الذي فعله ده حلال ولا حرام لا ده حرام طيب انت تزوري أمك ولما تزوريش أمك هتزوري أمك تزوري أمك في فترات على على أقصى تقدير تزوريها كل شهر مر على أقصى تقدير بس لازم تزوريها لازم تزوريها يعني ايه هو مش من حقه ان هو يمنعك من زيارة أمك أو أبوك حتى احنا بنتكلم في مسألة بقية العسر الاخوات نتكلم فيها مسألة تانية لكن احنا دلوقتي في زيارة الأم والأب ده جزء من بر الوالدين مش من سرط الحام جزء من بر الوالدين فلا يا جوز ان هو يمنعك من بر الوالدين بر الوالدين واجب واجب شديد التأكيد لا يستطيع الانسان اخرج منه يبقى اذا عليك ان انت تبر اهلك طب وامره لك بمنعك ان انت تزوريهم ده نوع من انواع انقوق الوالدين فلا تستجيبي ده طب ايه اللي حاصل عشان ما حصلش مشاكل انا بكلم من زوجك دلوقتي عشان نبتعد غير المشاكل ده مش من حقك واتق الله سبحانه وتعالى مفيش مبرر انت الخلاف اللي بينك وبين اهلها انت ده خلاف انسان انت تحله لكن ما تمنع عاش من زيارة امها لان ده ده على المدى البعيد هيفسد علاقة بينك وبينها وهيؤثر تأثيرا سلبيا على اولادك كمان انا كلمتك من ناحيتين من ناحية الشرعية لا يجوز لان ده تعاون على الاثم والعدوان فانت لا يجوز لك انت منع امر التاني ان ده اثره الاجتماعي والانساني على علاقتك بزوجتك وعلى علاقتك باولادك كمان اثره سيء جدا 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 نعم استاذة يسرة تتفضل الو السلام عليكم عليكم والسلام عليكم استاذة يسرة تفضلي فضلي ونعم الحمد لله انا بحب حضرتك جدا اشتفدها ان انا بكح ليهك بجد الله يبارك في حضرتك ويزيدك نور وبرك ربنا يخليك يا رب مددك يا مولانا بقول حضرتك انا عندي سؤال وطلب تفضلي انا كل اللي انا بس محتاجان انا حريك تجعل ابن مازل اهو انا عايزك تدعيله قوي قوي يا مولانا ربنا يعني يطيب خطره ويطمنه وعنده تسع سنين وانيك اسمع باول من حضرتك ليه ربنا ان شاء الله يكبر خطره ويجعله ان شاء الله من اهل الواصل ويجعله من اهل المدد ويثق بان الله سبحانه وتعالى معاه وينشرح صدره ويذهب همه ويجعله ان شاء الله سبحانه وتعالى مقبل على الحياة وسعيد ان شاء الله بما يستقبل من الايام والليالي ويجعله ان شاء الله دائما ابدا في ساعة وسرور ونعمة وفضل وبركة ان شاء الله استاذ محمد من الايوبية تفضل لا حضرتك يا مولانا فضل ونعمة الحمد لله بارك في حضرتك يا رب معلش تسأل حضرتك سويا تفضل حضرتك انا يعني انا بقالي فترة طويلة مريض تمام ببنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافية سيد محمد ببنا بارك فيك يا رب وعندي يعني انا عندي مكان في وسط اخواتي هو اعتبر ورس يعني انا سايب اخواتي واغدين اكتر مني بكتير اول انت عندك مكان يعني عندك بيت او عندك شاء عندي شاء تمام عندك شاء عندك شاء وهي يعني انت وورسنا مع بعض فحقك فيها على المشاع نعم لعن حضرتك هي بتاعتنا وهم معهم يعني اخواتي واغدين قدها مثلا مرتين تلاتة يعني انا اقل واحد فيهم طيب اسأل سؤال عال انتوا عملتوا فرز وتجنيب ولا لا لا ما عملناش اي حاجة طيب لكن انا مسامح يعني انا مسامح طيب كمل بس كمل يا سيد محمد طيب تمام انا دلوقتي ما قال لي تلات سنين انا رأي التعبان بعمل كذا عملية في رجلي ويعني انا من حوالي شهر كنت مطلوب عملية ضرورية والعملية دي كنت محتاج خمسين الف جنيه يعني انت عايز يعني ايه اللي حصل انت خدت يا سيدي انتوا اتفقتوا وهم اخدوا حاجة اكتر نصيب اكتر من الشقة اللي انت واخدها دلوقتي وهم منتفقين معاك ان الشقة دي بتاعتك ومستقر ملكك ليها فلو رحت بيعتها مش هيبع عندك مشكلة في الملك ده صح وهم عاعدين فيها وانا سيبهلهم عاعدين فيها وانا قاعد بالاجار اصلي يعني ايه الشقة دي عاعدها بتاعك انت وهم عاعدين فيها ولا لا تمام ايوة تمام يعني عاعدها باسمك ايوة تمام طيب فانت بتسألني دلوقتي لو انا خرجت اخواتي بانا كده اطعت سيرة الرحم وزعلت امي ولا لا وانا محتاج للفلوس الشقة دي صح كده تمام والمشكلة الاكبر ان والدتي مش راضية عن الموضوع بقى معلش ايوة مش متامحة ان انا اصرف كده تمام تمام اجاوب حضرتك يا سيد محمد لا يا سيد محمد انت لو محتاج لده انا 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 رأيه الكلام لولدتك والكلام لاخواتك ده ماله وله ان يتصرف فيه اما وانه كمان محتاج اليه فانتو مفروض تساعدوه على ده ايه اللي انا بقول لحضراتكم هو من حقه ان يتصرف في ماله كيفما شاء وخاصة في ظروف انه محتاج للعلاج فده حقك يا سيد محمد وليس هذا من عقوق من عقوق الامهات لا كده انت مش عاقل امك لان بر الولدين فيما يخصهم لا فيما يخصك فمسألة ملكك ده تتصرف فيه كيفما يشاء كيفما تشاء فاذا تصرفت فيه بما فيه مصطحة لك ليس لامك ان تأتي وتقول لك ان انت كده عققتاني لا ده مش عم من العقوق لان بر الولدين فيما يخصهما لا فيما يخصك فانت لك ان تتصرف في هذا الملك على نحو اللي انت ذكرتهولي ده فلك ان تتصرف في ملك وليس هناك مشكلة في ده فيجوز لك ان انت تعمل ده نصحتي بقى للام والاخوات يعني عشان اخوكم ما يتأثرش وخاصة في هذه الحالة الصحية كونوا عاونا له ولا تكفوا امامه لكي يعيش في حياة فيها راحة وفيها سعادة وفيها سلام يا سادة احنا نتكلمنا النهاردة عن تحدي مهمة اوي من تحديات الزواج نهدى كده ونسمعه التحدي ده هو ازاي بنعبر فيه عن حبنا مش كل تعبير عن الحب لازم التاني يكون هو ده التعبير اللي بيخليه انتشي ويخليه يسعد فلازم نركز شويتين ثلاثة لازم كل واحدة تعرف زوجها بيحب بتعبره عن حب عن حبها ازاي وهو كمان يعرف ازاي يعبر له عن حبه عشان تحس ان هي مازالت الانثة الجميلة الفريدة الاميرة بتاعته ركزوا نصيحة الرجالة وإحنا بنتكلم عن مسألة ده ركزوا ان انتوا تحفظوا على ان كنتوا تعبروا لزوجاتكم على ان هما ما زالت هي الانثة الكاملة المرأة الكاملة في عينك لازم تفضل تعبر بده بالكلام بالهدايا بالافعال بالتقارب بكمان التلامس كل ده لازم توصلها لده وانا بقولك لو عبرتي بالكلام او باي حاجة تانية عشان توصلي لزوجك احساس ان هو مازال بطلك انت عتكوني في راحة وفي سعادة وكمان عتدخل السرور على قلب يا رب الهمنا الرشد وجعلنا من من احسنوا الكلام واحسنوا التعبير حتى يخرجوا احسن ما فيه شركاء حياته يا رب العالمين نرجوك ان تتجنع على بيوتنا بجمالك يا رب العالمين انت جميل تحب الجمال فاجعل الاسنتنا جميلة واجعل افعالنا مليئة بنعمة الجمال واجعلنا يا ربنا نحيا وننتقل من الجمال الى التوافق الى السعادة بجمالك يا رب العالمين لفنا واجعلنا نذوق حلاوة انك جعلت بيوتنا محلا للسكينة والمودة والرحمة يا ارحم الراحمين اجعلنا من الرحماء من الرحماء فنسعد ونسعد ببركتك ومددك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة